اشتركوا في القناة إلا بالكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لو تاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أوزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن ما أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولوا ذوكوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله كل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهب ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما دعاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتقطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترا على الله كذبا أو كذبا بالحق لما جاءة أليس في جهنم مثول للكافرين وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ O cihad edenler elbette Allah biz onları sübül yollarımıza hidayet yollarımıza hidayet edileceğiz onları eriştireceğiz Allah-u Teala'nın cehde edenin müşahideye nâil olacağını Ankebu suresinin başında da cihad edin Allah'a rika olmak için cihad edin çaba gösterin ayeti vardı şimdi de sonunda da وَالَّذِينَ جَاهَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ile tamam hitam oldu بسم الله الرحمن الرحيم الف لامين غُلِبَتِ الرُّوب في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الْنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قبة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبهون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولكاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأوضى بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي الأوضى بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تكوم السماء والأرض بأمنه ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخوجون وله من في السماوات والأرض كل له قانت خلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تقافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك انفصلوا الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيب ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ سَحْتَهُ بِاللّٰهُ سَحْتَهُ بِاللّٰهُ سَحْتَهُ بِاللّٰهُ سَحْتَهُ بِاللّٰهُ سَحْتَهُ بِاللّٰهُ سَحْتَهُ بِاللّٰهُ فرحون geçiyor. Her hizip kendi yanındakiyle övünür diye. Bir üstteki ayet de مُنِيبِينَ اِلِيهِ Allah'a yönelmenin ona Allah'tan sakınmanın tarif edildiği. Ama kimler yapıyor bunu? Nasıl bir insanlar? Bir üstteki ayet işte. Üçüncü ayet yani. فَأَكِمْ وَجْهَكَ لِدِّينَ حَنِفَ Aslında Efendimiz'in zatına bir emir gibi gözüküyor. فَأَكِمْ وَجْهَكَ وَجْهِنِ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veçhini kaim tut. Ayakta tut. Yani zatınla beraber kaim ol diye Allah-u Teala'nın emir buyurduğu ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer keyif suresinden hatırladığımız sen sabah akşam dua edenlerle beraber bulun diye emredilmesi ayetinden de anlaşılacağı üzere Allah-u Teala'nın veçhini Allah'ın dinini hanif olarak kim yönelttiyse o işte kaimdir bu sıra naildir diyebiliriz. Ama buraya gelmeden surenin başında اَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ diye bir ayet geçti ki tefekkür hep böyle etrafta arıyoruz. Tefekkür nerede? Neyi tefekkür edelim? Hadi gelin şu elmayı tefekkür edelim. اَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ ayeti tefekkürün kendi içimizde kendi iç dinamiğimize iç dünyamıza kendi benliğimize mehun benliğimizin üstünde bir tefekkür edilmesi gerektiğini Kur'an ayetlerinin kendinde tefekkür etmesi gerektiğini diğer ayetlerin bak burada ayetler sayıldı hep اَمِنْ اَيَاتِهِ diye başlayan ayetler böylece nazara verilmiş oldu diyelim. Evet sayfın 480. sayfın başından tekrar diyoruz bir tefekkür Hakimizin verir. Allah'a emanetler Allah'a emanetler قل سيروا في الأرض فانظوا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يوم يذن يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيق كم من رحمته ولتجري الفلك بأمه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك وسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتبيع سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون فإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانهو إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى والله على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وَلَإِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُعَاءَ إِذَا وَلَّوْمُ الدِّبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد نبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوكنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام منه تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يكيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوكنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقوا في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا قلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال نقمان لابنه وهو يعبو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إفقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أكم الصلاة وأموا بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فقوه واقصد في مشيك واغبض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا كنا لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءها أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيد ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاكبة الأمور ومن كفر فلا يحزن ككفوه إلينا مرجعهم فننبيوهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غذير ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليكون الله كل الحبد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلا والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور وإذا وشيهم موج كنظل لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحب بآياتنا إلا كل قتال كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغردنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غذا وما تدري نفس بأي أرض تنجد إن الله عليم الخبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تنزيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذيب من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سنالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السماع والأبصار والأفئذة قليلا ما تشكرون وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت لا تشكرون بلابصار والأفراق الوحيد، اللهم يوافظاً من يďام والانة قبل أحمل أفضل صيدٍ على الظرف الظرف الصوتciamo من الق، صاح إلى، قال سؤال في لطن قمات الظرف الظرف الريكة، وهنا خبيرünde الحكمة يعني الله احسب فلтиров. فعلتها ترتائن اتيري على episodes اكبر درصرف ارافاقاً قال صحي بوضعه. أترابت عن ذلك ، di يساعد لدي قمة ، ومن الرومان ، نص Priestه السامنج وريد سواق ، تحاول المشارب، علمات ومضاء على المشارب، يوميا ، عشانة ، وكان ، هناك ، انظر ، عورة ، سواجه بلد على امراضا lj يتشف لذلك وهذا الرجل بمساشرة الله سهل في حلالة رحة وقامت بمسالة Wangة حذهب الابطة للسلسل لا تضغطه والمقاطة امان تارجه يوافق انتين 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 وهو حساني . حتى يسمع بعضه تهول تهوله عن عام عام . نتهيه سيئock . مع بعض التي تهوله عن عام . تهولت من الأساسي ستطح بالطبي . وكذلك تهوله عن كهبان . ليسوا أيضا عليك . وكذلك تهوله عن العام . ماذا كذلك ؟ نعم العام . وقت ما كان الشيخ الطبي وانطبيع للفاعل . والله ذكر لك . وانطبيع الانطبيع ليسون أبعض لك . وقته يسقطون أبعض اليوم . والعام ، و Lewis عليهم . وشمعت المتوسفى . الآن يبدو الآن في الصورة التحديد في الأمدرية. كل يومات في الواضح ، كل يومات في الواضح وضع الى الواضح . وَلَوْ تَرَا۪ئِ بِالْمُجْرِمُونَ أَنَا كِسُورُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْكِنُونَ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب القلد بما كنتم تعملون لقاء يوموت الأنبال لكاء يوموت للعجم وهمتون بمسرعين عديد من الجنة والر Обهم يوموت للحمة كيني السلام عليكم لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قمة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخوجوا منها أعيدوا فيها وكيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيكنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقنون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوكنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآت أفلا يسمعون أولم يروا أننا نسوكوا الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم فانتظر إنهم تظلون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يرحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون قبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لره من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أماتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسق عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وملك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وملك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فأخذنا منهم ميثاقا غليبا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافكون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا ها أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريكم منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دقلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولن قد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يؤلون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فرغتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعرقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء القوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب القوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماله وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدنوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالا وأرضا لم تضعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كل أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكم كنتن بفاحشة مبينة مضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا أتمنى من أجرا للمحسنا وإذا مس الناس دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريكم منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها فإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنقون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليرغوا في أموال الناس فلا يرضوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكراً للم الثمين والشكلة شكراً للمزيد عن والاشترك شكراً للم لا يستمر من البيع والحمد للناس ليذيقظ وإن شاء الله رسول الله سبحانه وتعالى سيديك حتى يصف شكراً للمشكلة و prospective الله يستمر من اللهم وإن شاء الله الله يزيقظ اشتركوا في القناة